تطورات غير مسبوقة تشهدها الاحتجاجات السورية بالسويداء والتي تستمر ليومها السابع والعشرين على التوالي في ساحة الكرامة للمطالبة برحيل الرئيس السوري بشار الأساد وحكومته فتجمعات غير مسبوقة شهدها وسط المدينة اليوم لجمعاء وانشقاقات كبرى وغير متوقعة حدثت داخل حزب البعث فما الذي يحدث؟ ساحة الكرامة بوسط السويداء شهدت اليوم لجمعة أكبر تجمع للمحتجين منذ بدء التظاهرات في منتصف أغسطس آب الماضي حيث توافد المئات من أنحاء المحافظة للمشاركة في الحراك الذي أطلق عليها مظاهرة الجمعة العظيمة وتمثلت مطالب المحتجين الذين يواصلون احتجاجاتهم لليوم السابع والعشرين بالتغيير السياسي وإسقاط النظام السوري مظاهرة اليوم شهدت حضوراً واسعاً لللافتات التي تم رفعها والمطالبة برحيل الرئيس الأسد كما شارك فنان علوي من الساحل السوري يدعى علي ديوب ووجه رسالة لأهل السويداء أكد فيها كامل تضامنه مع الأهالي ومع انتفاضتهم وفي الوقت الذي تشتد فيه وتيرة الاحتجاجات السورية أعلن عضوان في فرع حزب البعث في السويداء انشقاقهما عن الحزب والوقوف مع الأهالي في احتجاجاتهم المنادية بإسقاط النظام ورحيل الأسد وقبل أيام نشرت صفحات محلية في السويداء قيام حرس مبنى حزب البعث في المدينة بإطلاق الطلقات لتفريق مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إعادة إغلاق المبنى ما أدى إلى تسجيل إصابات في صفوف المدنيين كما تمكن الأهالي في بلدة الكفر جنوب السويداء من إفشال محاولة عناصر تابعين للمخابرات السورية من الاعتداء على المتظاهرين كانوا يطالبون بالانتقال السياسي ورحيل الأسد ويتمسك الأهالي في المحافظة باستمرار الاحتجاجات حتى تتحقق شروطهم المتمثلة في رحيل بشار الأسد والحكومة السورية وضرورة التغيير والانتقال السياسي وفقاً للقرار الأممي 2254 احتجاجات السويداء المستمرة شهدت تضامناً واسعاً من مناطق الساحل حيث حملوا لافتات تضامنية مع أهل السويداء وبالتحديد من مدينة اللاذقية التي شهدت غليان كبيراً دفع بالعديد من الناشطين العلويين للخروج وتوجيه رسائل لبشار الأسد بضرورة الرحيل كما تضامنت العديد من المناطق الأخرى في درعا مع السويداء وريفها حيث شهدت محافظة درعا خروج مظاهرات في عدد من المناطق التي أعلنت تضامنها مع السويداء كما خرجت مظاهرات في منطقة جرمانا بريف دمشق أعلن المتظاهرون خلالها تأييدهم ووقوفهم مع السويداء أيضاً واستتضامن واسع أبداه أهل الشمال السورية